بسم الله الرحمن الرحيم ازاي نعمل بالطريقة التقليدية او الطريقة العادية ونعمل ايه عكس باخد النمبر الصغير اللي هو النمبر التاني يبقى بحط النمبر الصغير اللي هو واللي دايما بيجي النمبر التاني طب حطيت بنعمل ايه بعد اعمل او بعد لحد ما اوصل للناين يبقى انا عدت كام على قدية تاني فين النمبر الاصغر فيهم اللي هو تاني نمبر اللي هو التو بعلم عليه وحط التو وافضل عد من لحد ما اوصل لل للرقم الاكبر على ادية كده ملو معايا يبقى انا كده عديت 6 نمبر اوكي يبقى بعيد من الصغير للكبير من تاني نمبر لحد ما اوصل لأول نمبر اجين 16 16 minus 8 الرقم الاصغر فيهم هو ال 8 اللي هو دايما بيجي تاني نمبر يبقى بعمل سيركل على تاني نمبر وبعد من ال 8 لحد ما اوصل لل 16 يبقى 8 in my mind after 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يبقى انا كده عديت 8 نمبر يبقى بعيد من الصغير للكبير طب تاني بيقولي هطرح مباشرة مش هقعد بقى اقل ولا اعمل اي حاجة مش هقعد عيد من الصغير للكبير هنا طالما عندي بعمل فسهل على طول كاني بشيل كاني بشيل من خانة هشيل منها من خانة التن التنس ديجت اللي هي هتبقى زي ما اخدنا في الادشن تبقى يبقى انا شيلت من خانة التنس ديجت 1 1 10 اوكي طب 43 شيلت من اللي هي خانة التنس او التنس ديجت شيلت منها 1 10 ال 40 هتبقى يبقى 33 يبقى مباشرة انه كده ما بقعدش عدي بقى من الصغير للكبير لا بعمل ايه ترامان ايه بشيل يبقى بشيل من خانة نفس كلام يبقى هشيل منها هتبقى يبقى انها ايه يبقى لو شيلت منها تبقى 11 اوكي اوكي يبقى انا بشيل من خانة التنس طب ناخد بقى مساء ستوري بروبليمز سبتراكشن ورد بروبليمز او ستوري بروبليمز او المسألة احمد هاز 8 بوكس he gave 6 بوكس to jana كان معا 8 بوكس ودى من 8 بوكس دول 6 لجانا شيل 6 من 8 ودهم لجانا how many books does he have now ايه الفرق ما بين الادشن والسبتراكشن دايما في الادشن النمبر اللي معايا بيزيد كان معايا 8 وبابا داني عليهم 6 فزادوا انما في السبتراكشن كان معايا بقيت وانا اللي ديت منهم شيلت من 8 6 يبقى عملت سبتراكشن يبقى الفرق ما بين البلاس والماينس في البلاس حد بيديني في الماينس انا بدي الحد يبقى الادش شيلت منهم 6 فاتبقتوا اوكي طب ناخد مسألة كمان احمد هاز 7 باونز he put a pin اشترى pin ب3 باونز دفع 3 اللي كانوا معاه فلوسه زادت ولا قلت طبعا قلت مش دفع منهم كان معاك 7 ودفعت منهم 3 شيلت منهم 3 يبقى اللي هو الباقي يتبقى معك كام دايما بنساء اللي بتبقى ايه سبتراكشن الباقي بعد ما اشتريت ودفعت فلوسك قلت يبقى ميز اوكي يبقى 7 اللي كانوا معايا هنشيل منهم 3 عشان نشتري القلم يتبقى 4 طيب تاني كان عندي 12 عربية في البارك تسعة منهم خربوا من البارك سابوا البارك ومشوا يتبقى كام عربية في البارك دلوقتي لسه ما مشيوش 12 منهم 9 خلاص مشيو يبقى الكارز اللي تبقى تزادت ولا قلت هو انا جبت كارز تانية حطيتهم على اللي كانت عندي لا ده انا شلت منهم شلت يعني ايه سبتراكشن يبقى في كارز خرجت خرجت اللي هي راناوي او جو او ايه خرجت برا يبقى ايه شلتهم مشيو خلاص يبقى ايه سبتراكشن يبقى ده الفرق ما بين الاديشن والسبتراكشن اديشن النمبر بيزيد زودت على النمبر اللي عندي كارز تانية دخلت البارك انما لو خرجت يعني قلت النمبر اللي كان جوه البارك قل يبقى سبتراكشن نمبر 12 minus 9 equals 3